تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير مسجلا ومصرب للطالبة نيرا أشرف التي تم قتلها على يد زاملها الطالب محمد عادل زبحن أمام بواب التشكة الخاصة بالجامعة أثناء تواجهها لأداء امتحانات آخر العام في جامعة المنصورة وأصار المقطع الفيديو المتداول للطالبة نيرا أشرف حال ضغطا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لبشاعة الفيديو أنه يعتبر انتهك لحرمة الميت حيث يظهر في المقطع حالة الضحية بعد ارتكاب الجريمة وهو ما يعتبره لبعض أنه فعل غير إنساني بصراحة الفيديو صعب جدا أن أي حد يشوفه وفيه قنوات كتير من نزلاء أنا مش عارفة لغاية دلوقتي وما نزلوه إزاي الفيديو صعب واللي سربت الفيديو أحب أقول لها أنت ترضي كده على أختك ياريت قبل ما نعمل حاجة نفكر صح ونرجع نفسنا الأول ونحط نفسنا في مكان البنت قبل أي شيء ربنا يهدي جميع ترجمة نانسي قنقر